اليوم أحث السلطات التركية على احترام الحقوق الأساسية للمدنيين في إطار عملياتها الأمنية وفتح باب التحقيق على الفور في عملية إطلاق النار المزعومة لمجموعة من العزل في بلدة بجنوب شرق تشيزري لا سيما بعد لقطات فيديو مروع لهذا الحادث الذي ظهر الأسبوع الماضي وأنا أشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بأن المصور الذي جرح نفسه يواجه الاعتقال بمجرد خروجه من المستشفى ترجمة نانسي قنع